Operations on the real numbers Properties of multiplication in R Number 1, Closer property Like in addition Can it tell addition Is always available in R نفس الكلام, multiplication is always available in R يبقى Closer property معنىها اي إن المultiplication دايما أقدر عمل المultiplication in the real numbers Number 2, Commutative property أو التبديل أقدر أبدل أي 2 numbers 2x3 هي هي 3x2 يبقى 5 by root 2 هي هي root 2 multiply by 5 اللي هي 5 root 2 Number 3, Associative property أقدر أعمل multiplication between the first two numbers والرزلت أبعملها multiply the third number أو أعمل المultiplication between the second two numbers والرزلت أبعملها multiply the first number دي بتسهل لي المultiplication في A Like the example هنا عندي 3 by root 2 by 5 يبقى الأسهل إن أبعمل multiply between the two numbers يبقى الأسهل 3 by 5 واللي هيطلع بأعمله multiply root 2 يبقى numbers by بعض ورزلت بعملها multiply the root طبعا 3 by 5 بـ 15 يبقى 15 by root 2 اللي هي equals 15 root 2 The multiplicative neutral طبعا 1 هو الملتبليكاتف نيوترال أي نمبر multiply 1 هو نفس النمبر يبقى الأداتف نيوترال هو الزيرو اللي ما بتتأثرش بعملية الأديجن 0 plus any number equal the same number نفس الكلام في الملتبليكاتف هو الone أي نمبر by 1 equal the same number وده أهم ما في الليسون الملتبليكاتف نيوترال بستفاد بيه بقى في إيه في الإكزامبل ده أول ما بشوف root في الدينوميناتور ماينفعش أسيب مسألة فيها في الدينوميناتور root أوكي الroot ماينفعش يكون عندي في الدينوميناتور فبعمل إيه هعمل multiply root 2 over root 2 لأن الدينوميناتور اللي تحت عندي root 2 يبقى بعمل multiply root 2 over root 2 أنا كده ما أسرتش فعملية الملتبليكاتف ليه root 2 over root 2 equal 1 يبقى كي أنا عملت multiply 1 ولسه قايلين إن الone هو الملتبليكاتف نيوترال ما بتتأثرش بيه عملية الملتبليكاتف يبقى أي number by 1 equal the same number أوكي يبقى الحد دلوقتي ما غيرتش في الملتبليكاتف في حاجة just إن أنا مش عايزة بس الroot يكون في الدينوميناتور يبقى هعمل multiply root 2 over root 2 نعمل كده الملتبليكاتف numerator بيبقى 6 multiply root 2 تديني 6 root 2 root 2 by root 2 في الدينوميناتور root 2 multiply root 2 equal 2 without root طالما نفس الroot root 2 أو لو نفهمها بقى عملناها لكده كاني بعمل multiply root 2 by root 2 يبقى root 4 multiply 2 by 2 يعني هتديني 4 يبقى root 4 تديني 2 أوكي؟ يبقى root 2 by root 2 directly equal 2 عرفنا منين؟ لأن root 2 by root 2 تديني root 4 اللي هي equals 2 لو اختصرنا بقى 6 مع 2 تديني 3 يبقى 3 root 2 number 5 ده multiplicative inverse طبعا يعني ايه inverse؟ قدناها قبل كده نبقى عكس الفراكشن النيومريتور هيبقى مكان الدينوميناتور والدينوميناتور مكان النيومريتور يبقى ده الملتبليكاتف انفرس النمبر الوحيد بقى لما لوش ملتبليكاتف انفرس هو الزيرو ليه؟ لأن الزيرو كأنه 0 over 1 لما هاجي أعكسه يبقى 1 over 0 هخلي النيومريتور دينوميناتور طب ينفع الدينوميناتور يكون equal 0؟ لا undefined يبقى النمبر الوحيد اللي hasn't multiplicative inverse هو 0 number 6 distribution of multiplication over addition and subtraction هدناها كتير في ال-n وفي ال-z وفي ال-q لو عندي a هعملها multiply bracket b plus c يبقى مرة هعمل a by b ومرة هعمل a by c نفس الكلام في subtraction ناخد example root 7 by root 7 اللي ساعلين equal a 7 without root ليه؟ لأن لما بعمل multiply هنا بعمل multiply between the numbers يبقى 7 by 7 by 49 يبقى root 7 by root 7 by root 49 اللي هي equal 7 يبقى directly root 7 by root 7 by 7 without root طب هنا عندي number وroot 2 root 5 by 3 root 5 يبقى numbers multiply بعض والroots multiply بعض أوكي 2 by 3 equals 6 root 5 by root 5 equals اللي ساعلين by 5 without root أو لو كأني هعملها في دماغي يعني ليه جت كده لأن عملت root 5 by 5 اللي هي 25 يبقى root 25 اللي هي equals 5 بقت رزالت عندي 6 multiply 5 اللي هي طبعا equals 30 هنا 2 root 5 multiply bracket من 2 terms 3 plus root 5 يبقى مرة هعمل 2 root 5 by 3 ومرة هعمل 2 root 5 by positive root 5 أوكي يبقى 2 root 5 by 3 و2 root 5 by root 5 نعمل بقى 2 root 5 by 3 يبقى number by number يعني 2 by 3 equal 6 then root by root root 5 by مفيش root تاني يبقى تنزل زي ما هي اوكي يبقى أنا بعمل number by number والroot by root root 5 مفيش root وصالها لناحية التانية فها تنزل زي ما هي اوكي ناحية التانية 2 by 1 equal 2 root 5 by root 5 طبعا فأنا هتبقى equal 5 without root نختصر تاني في عندي 2 by 5 equals 10 يبقى 6 root 5 plus 10 ما قدرش عمل simplify تاني ما ينفعش عمل add number plus root تفضل زي ما هي 6 root 5 plus 10 زي ما هي كده اوكي هنا بقى bracket from 2 terms multiply bracket from 2 terms تحل ازاي root 2 هاخدها الاول عاملها مرة multiply 3 ومرة multiply root 2 اوكي يبقى اول term هعمله multiply bracket كل يبقى root 2 by 3 وroot 2 by root 2 اوكي كده خلصنا root 2 نشوف بقى the second term اللي هو positive 5 برضو نفس الكلام positive 5 مرة هعملها by 3 ومرة ومرة by root 2 اوكي يبقى root 2 عملتها multiply bracket كله then positive 5 هعملها برضو multiply البراكت كله يعني مرة by 3 مرة by root 2 نعمل كده نعمل كده root 2 by 3 اللي هو اول term ب3 root 2 اوكي root 2 by root 2 the second term طبعا equals 2 without root the third term 5 by 3 طبعا equals 15 positive 15 اخر term 5 by root 2 by 5 root 2 اوكي ناخد بقى like terms مع بعض يعني numbers مع بعض اللي هي 2 plus 15 والroots مع بعض 3 root 2 plus 5 root 2 نجمعهم ازاي عشان في ناس بتلغبط في ناس بتعمل root 2 plus root 2 root 4 كأن بالضبط نفتكرها بالإجزامبل اللي خدناه في اللي سن اللي فات لو قلتلك 3 oranges plus 5 oranges تبقى equals 8 oranges اوكي يبقى 3 root 2 plus 5 root 2 by 8 root 2 بعمل add للcoefficient اللي هو 3 وال5 بس ما بعمل ما أدرش أجمع او أعمل add للroots تديني 8 root 2 then 2 plus 5 2 plus 15 تبقى equals 17 اوكي هنا ازاي نفك bracket 2 power 2 يبقى أول حاجة أنا عندي هنا termين 2 ده first term و negative 3 root 5 ده second term أول حاجة بعمل the first term power 2 يبقى 2 power 2 ثاني خطوة ثاني خطوة the last term أو the second term power 2 يبقى negative 3 root 5 الكل power 2 طبعا للnegative power 2 هتديني positive يبقى آخر term ده معروف انه هو دايما positive طب middle term بيبقى عبارة عن ايه انا عندي هنا كم حاجة نعد مع بعض الفيرث term اللي هو second term اللي هو negative 3 root 5 والpower اللي هو 2 التلاتة ده ده بعملهم multiply بعض يبقى 2 اللي هو power multiply 2 اللي هو الفيرث term multiply negative 3 root 5 اللي هو the second term يبقى middle term عبارة عن ايه عبارة عن ثلاث حاجات multiply بعض 2 اللي هو الباور multiply الفيرث term اللي هو 2 multiply the second term اللي هو negative 3 root 5 نختصر كده مع بعض نعمل simplify اول term عبارة عن 2 power 2 اللي هو equals 4 the middle term عبارة عن 2 اللي هو الباور multiply 2 اللي هو الفيرث term multiply negative 3 root 5 يبقى numbers باي بعض 2 by 2 4 by negative 3 ب negative 12 root 5 اخر term عبارة عن ايه 3 root 5 power 2 اللي هو the second term power 2 يبقى 3 power 2 تديني 9 root 5 power 2 كأنها root 5 by root 5 يعني تديني ايه 5 اوكي يبقى the second term power 2 كل number في second term بعمله power 2 تديني 3 power 2 by 9 root 5 power 2 تديني 5 يبقى 9 by 5 اللي هي تديني 45 نجمع كده like terms مع بعض يعني numbers مع بعض 4 plus 45 هتديني 49 negative 12 root 5 هتنزل طبعا زي ما هي ده اخر simplify عندي ما فعش اعمل add ما بين number plus root تفضل زي ما هي number زي ما هو 49 والnumber with root هو negative 12 root 5 بيفضل زي ما هو ما يفعش اعمل add يعني محدش يعمل 49 minus 12 ويشوف ها equal كام root 5 لا ده اسمهم unlike terms مختلفين ده number وده root ما يفعش اعمل addition ما بينهم بتفضل result زي ما هي كده ترجمة نانسي قنقر